الشرطة السويسرية أفدت هذا لحد مقتل مرأة متأثرة بجروح خطيرة عرضت لها في هجوم نفذه أمس شاب سويسري داخل قطار كان في رحلة في شمال شرق سويسرا توفيه والآخر متأثرا بجروحها يأتي هذا في الوقت الذي لا تزار فيه التحقيقة متواصلة بشأن هذا الهجوم والذي استبعدت الشرطة من أن يكون عملا إرهابيا وقال نضيق باسم الشرطة نحن لا نتعامل مع ما حدث على أنه عمل إرهابي أو أن تقف وراءه دوافع سياسية أو دوافع كراهية لجانب لا توجد مؤشرات تدل على ذلك كما لا توجد مؤشرات أيضا على أن الجريمة تمت بدوافع عاطفية لا نملك أي معلومات عن دوافع ما حدث ونعتقد بأنه عمل منعزل وكان شاب سويسري يبلغ من العمر 27 عاما قام بهجوم داخل قطار في منطقة ساندغال من خلال إضرام النار في القطار بواسطة سائل قابل للاشتعال كما طعن عددا من الركاب كانت الشرطة في أحقاب الهجوم قد أشارت إلى إصابة سبعة أشخاص